سلام عليكم Increasing and decreasing functions الالكترانات والدوال المتزايدة والمتناقصة إذا كان عندي رسمة بالطريقة هذه كيف أعرف أن الدالة هذه أو الاقتران هذا أو الفونكشن هذه عبارة عن increasing في مكان و decreasing في مكان دائما أبدأ من جهة اليسار دائما أبدأ من جهة اليسار إذا بحط القلم على آخر نقطة من جهة اليسار فأنا ألاحظ نفسي أني قاعد إيش أطلع بمجرد ما بديت أنسل معناها هذه المنطقة كلها شوفوا هذا طلوع كله ولذلك سميتها إيش increasing أو تزايد بمجرد ما وصلت لهذه النقطة في عندي صار إيش decreasing ولذلك هذه المنطقة كلها decreasing بمجرد ما وصل لهذه النقطة شو رح يصير عندي بعدين increasing الآن الدالة عشان أعرف أنها increasing أو decreasing بالماث هي بالتالي شوفوا إذا باخد أي نقطتين مش أرز يكونوا مورة بعض مثلا لو أخدت سالب أربعة وسالب اثنين كم قيمة السالب أربعة؟ قيمة السالب أربعة كم؟ سالب اثناش وبعدين أخدت السالب اثنين السالب اثنين كم قيمتها؟ داراتاً لانقوم headache فقيمة السالب أربعة سالب اثنış وقيمة السالب ونتقلت من السالب أربعة للسالب اثنين زيت فشو صار في قيمة في قيمة من سالب اثنة عش حدا للساحش وذلك هنا لدي هنا increasing الكريزنن الآن هذه المنطقة أنا خلقت أنها عبارة عن رائش ан شوفوا مثلا لو أخدت قيمة السالب واحد تقريبا hole اثناش أنا لو أأخد قيمة مثلا مثل الواحد شوفوا شو انتقلت من السالب واحد للواحد كان في عبارة عن إيش increase معناها رحت من نقطة إلى نقطة أبعد منها بس شو صار بالواحد الواحد نزلت لكم لتقريبا سالب 11 فأنا رحت من الـ 12 لين السالب 12 فلذلك في هاي الحالة الانتقال من الـ 12 لين السالب 12 شو صار فيه صار فيه عندي decreasing هذه هي بالضبط شو معنا increasing والdecreasing باستخدام إيش باستخدام الرسمة بالفيديو اللاحق إن شاء الله رح نشوف مع بعض كيف أعرف increasing والdecreasing بالماث